اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو الدرس الثالث من الوحدة الثالثة طبعا دروسنا تبث عبر الإذاعة التعليمية على الموجة 102.1 FM سنكون معا عزيزي الطالب في الدرس الثالث من الوحدة الثالثة بعنوان المتسلسلات وبعد الانتهاء من متابعتك هذا الدرس ستعرف مفهوم المتسلسلة ستفرق بين المتسلسلة والمتتالية وتجد مجموع المتسلسلة وتميز بين المتسلسلة منتهية أو غير منتهية وتجد مجموع نون من حدود متسلسلة عزيزي الطالب سنكون معا في هذه الحلقة في تعريف المتسلسلة وأيضا أن تفرق بين المتسلسلة والمتتالية وتجد مجموع متسلسلة نبدأ عزيزي الطالب معا في النشاط الأول لنصل من خلاله إلى تعريف المتسلسلة والنشاط يختص برياضة كرة السلة في أرجاء فلسطين طبعا النشاط يقول بدأت رياضة كرة السلة بالانتشار في أرجاء فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي وتقسم المباراة إلى أربع فترات مدة كل منها عشر دقائق وتحسب النقاط للأهداف كالآتي نقطة واحدة إذا أحرز هدف من رمية حرة نقطتان إذا أحرز هدف مباشر من داخل منطقة الجزاء أما ثلاث نقاط إذا أحرز هدف من خارج منطقة الجزاء هذه هي شروط لعبة كرة السلة طبعا منتخبنا الفلسطيني أحرز منتخبنا الفلسطيني لكرة السلة في إحدى مبارياته الخارجية عشرة أهداف في الربع الأول والجدول الآتي يمثل النقاط التي تم احتسابها عن تلك الأهداف يعني أمامك عزيز الطالب الجدول الذي يمثل الأهداف من واحد إلى عشرة وعندي عدد النقاط التي أحرزها الفريق طبعا لو لاحظت عزيز الطالب في الهدف الأول عدد النقاط التي سجلها نقطتان لماذا؟ لأنه كان الهدف مباشر من داخل منطقة الجزاء أما في الهدف الثالث أحرز ثلاث نقاط ليش؟ لأنه كان الهدف من خارج منطقة الجزاء أما في الهدف الرابع أحرز نقطة واحدة لماذا؟ لأنه كان الهدف من رمية حرة وبالمثل تم إكمال الجدول في جميع الأهداف الموجودة عندي من الهدف الأول حتى العاشر كانت عدد النقاط حسب نوع الهدف اللي تم تحقيقه طبعا لو طلبنا منك عزيز الطالب متتالية النقاط المحتسبة اللي لو سميناها فانون ماذا تكون المشكلة المتتالية؟ نتذكر مع بعض في السنوات السابقة اللي هي صف 11 درست المتتاليات وكان المتتاليات هي عبارة عن تتالي من الأعداد خلينا نعبر عن متتالية النقاط المحتسبة بـ 2.2.3.1.2.2.2.1.1.2 طبعا هذه هي متتالية النقاط المحتسبة إذن كتبنا النقاط عدد النقاط وكل نقطة بينها وبين الثانية إشارة الفاصلة طيب لو طلب مننا إن إحنا نكتب مجموع نقاط المنتخب في النهاية تلك اللعبة بدأ نكتب مجموع نقاط المنتخب فعلى طول حنستبدل إشارة الفاصلة بإشارة جمع ونجمع ويكون عندي 2 زاد 2 زاد 3 زاد 1 زاد 2 زاد 2 زاد 2 زاد 1 زاد 1 زاد 1 زاد 2 وبهيك حصلنا على مجموع نقاط المنتخب لو جمعتهم مع بعض حيديني العدد اللي هو بمثل مجموع نقاط المنتخب اللي حصل عليها هذا المنتخب الفلسطيني وهي تساوي 18 نقطة طبعا متسلسلة النقاط اللي ذكرناها قبل شوية 2 زاد 2 زاد 3 زاد 1 زاد 2 زاد 2 زاد 1 زاد 1 زاد 1 زاد 2 تسمى متسلسلة النقاط لماذا؟ لأن احنا ربطنا ما بين النقاط اللي حصل عليها المنتخب أو سجلها بإشارة الجمع بين كل هدف أو بين كل نقاط حصلها من خلال هدف بإشارة الجمع طبعا يقودنا هذا إلى تعريف المتسلسلة اللي التعريف موجود أمامنا صفحة 94 دعنا نقش مع بعض عزيز طالب المتسلسلة تمثل مجموح حدود المتتالية حارة المقابلة لها ويرمز لها بالرمز أو بالصورة المختصرة إحنا بنحكى لها اللي هي سيجما حارة وراب تبدأ من واحد إلى نون ويعبر أو يعبر عن جيم نون عن ناتج جمع أول نون من حدودها طيب يعني إحنا هنا من المتسلسلة نعرفها إنها مجموح حدود متتالية يعني أنا بستطيع أن أوجد المتسلسلة من خلال مجموح حدود متتالية المقابلة لها ورمزها الصورة المختصرة إلها اللي هي مجموح أو سيجما حارة وراب من واحد إلى نون وجيم نون هو عبارة عن ناتج جمع أول نون من حدودها طيب سؤال هنا لو سألتك عزيز الطالب ما الفرق بين المتتالية والمتسلسلة؟ ما الفرق بين المتتالية والمتسلسلة؟ المتتالية مرت عليك في صف الحادي عشر المتتالية واخدتها بالشكل مفصل وعرفت على إنها ترتيب معين من الأعداد وفق قاعدة أو نمط معين وتسمى هذه الأعداد بحدود المتتالية ويفصل بين الحدود بالإشارة اللي هي الفاصلة وبهيك هذا هو تعريف المتتالية أما المتسلسلة طبعا إحنا بنأخذها من المتتالية تصبح المتتالية متسلسلة بعد استبدال إشارة الفاصلة بإشارة الجمع وتسمى المتسلسلة المقابلة للمتتالية مع تلكلام الفرق واضح بين المتسلسلة والمتتالية المتتالية ترتيب معين من الأعداد وفق قاعدة أو نمط معين وتسمى هذه الأعداد بحدود المتتالية ويفصل بين الحدود بإشارة الفاصلة أما المتتالية تصبح متسلسلة أو نقول متسلسلة نقول متسلسلة بعد استبدال إشارة الفاصلة بإشارة الجمع يعني نجمعهم هيك يصيروا سلسلة مع بعض نستبدل إشارة الفاصلة بإشارة جمع وبالسير متسلسلة ويتسمى المتسلسلة المقابلة للمتتالية ننتقل عزيز الطالب لمثال سجل معي نوضح فيه مفهوم المتسلسلة طبعا المثال يقول أكتب متتالية الأعداد الفردية الأقل من عشرة الأعداد الفردية الأقل من عشرة وبدأ أكتبها بشكل متتالية طبعا هتجيب علي بالإجابة التالية 1.3.5.7.9 بهيك أنا حصلت على متتالية الأعداد الفردية الأقل من عشرة لو طلبنا منك عزيز الطالب تكتب متسلسلة الأعداد الفردية الأقل من عشرة ها شو رح تعمل رح تستبدل على طول إشارة الفاصلة بإشارة جمع وتصبح متتالية الأعداد الفردية الأقل من عشرة هي 1.3.5.7.9 إذن حصلنا على متسلسلة الأعداد الفردية من متتالية الأعداد الفردية هي أقل من عشرة استبدلنا إشارة الفاصلة بإشارة الجمع طيب لو طلب منك عزيز الطالب متتالية الأعداد الزوجية المحصورة بين عشرة وعشرين متتالية الأعداد الزوجية المحصورة بين عشرة وعشرين هي 12.14.16.18 ولاحظ عزيز الطالب متتالية الأعداد الزوجية المحصورة بين عشرة وعشرين يعني العشرة وعشرين مش موجودين معايا اللي ما بينهم هم متتالية الأعداد الزوجية المحصورة بين عشرة وعشرين يبقى المتتالية هي 12.14.16.18 نجي للمتسلسلة المقابلة لها وبنسميها متسلسلة الأعداد الزوجية المحصورة بين 10 و20 هي 12 زائد 14 زائد 16 زائد 18 بهيك حصلنا على متسلسلة الأعداد الزوجية المحصورة بين 10 و20 نكمل السؤال وننتقل لسؤال آخر طبعا باختر الإجابة الصحيحة سجل عزيز الطالب السؤال يقول لديك المتسلسلة 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9 فما قيمة جيم 4 احنا حكينا قبل شوية في التعريف انه جيم نون يعبر عن مجموع نون من الحدود أو مجموع حدود المتتالية اللي هي الحدود النونية طيب الآن احنا بدنا جيم 4 يعني مطلوب مني مجموع أول أربع حدود من هذه المتسلسلة بهيك أول أربع حدود موجودين عندي اللي هي 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 فحيكون عندي الناتج 16 الآن عزيز الطالب سنتعرف إلى طبعا مجموع الحدود أو مجموع المتسلسلة خلينا نشوفهم مع بعض من خلال مثال واحد موجود عنا صفحة أربعة أو صفحة خمسة وتسعين المثال واحد صفحة خمسة وتسعين اكتب المتسلسلة المقابلة للمتتالية فانون وذكر المتتالية 3.1.4.9.5 ثم أجد مجموعها الحل طبعا هنا عندي أنا المتتالية عناصرها 3.1.4.9 وسالب خمسة عشان أكتب المتسلسلة المقابلة لها على طول رح أستبدل الفاصلة بإشارة الجمع ويكون عندي طبعا الصورة المختصرة للمتسلسلة هي عبارة عن مجموع سيجما فرا ورا تبدى من واحد إلى خمسة ليش لأنه حدد لي أنا عندي نون عندي هي خمس عناصر لأنه عندي حدود المتتالية اللي موجودة عندي عددهم خمسة فحيكون عندي سيجما فرا ورا تبدى من واحد إلى خمسة تساوي ناخد الحدود تبعة المتتالية كلها ونكتبها ونستبدل إشارة الفاصلة بإشارة الجمع ويكون عندي ثلاثة زائد سالب واحد زائد أربعة زائد تسعة زائد سالب خمسة طبعا بهيك لاحظت عزيز الطالب أنه سيجما فرا راتب دا من واحد إلى خمسة هو عبارة عن جيم خمسة يعني مجموع أول خمس حدود لو جمعنا الأعداد الموجودة عندك حيديك الناتج جيم خمسة تساوي عشرة خلينا نشوف طبعا المثال اللي وراه على طول مثال رقم اثنين في نفس الصفحة يكون عندي حانون تساوي نون تربيع زائد واحد المطلوب أيضا أكتب المتسلسلة المقابلة لها ثم أجد مجموع أول أربعة حدود منها اللي هو مين جيم أربعة هنا عزيز الطالب مدين الحد العام حانون نون تربيع زائد واحد عشان نكتب المتسلسلة المقابلة لها بدي أوجد بداية الحدود عشان أقدر أكتبهم بصورة متسلسلة وأجمعهم أجمع أول أربعة حدود عندي طبعا هنيجي على جانب هيك أنا بداش نحل الحال المختصر الموجود بالكتاب هنيجي على جانب هيك لحالنا نكتب بما إنه حانون بتساوي نون تربيع زائد واحد ونون بدي أعود فيها من واحد اثنين ثلاثة لحد إلى ما لا نهائي اللي أنا عندي هنا المتسلسلة على طول هلقيت هنكتب حا 1 بدها تساوي 1 تربيع زائد واحد واحد تربيع زائد واحد يعني واحد زائد واحد بديناية 2 الحد الأولان 2 يبقى حا 1 تساوي 2 نحسب مع بعض على جانب أيضا حد التاني حا 2 تساوي 2 قصة 2 زائد واحد يعني 4 زائد واحد فالناتج 5 يبقى هيك حصلنا على حا 2 تساوي 5 نيجي الآن الحد الثالث يعني 3 قس 2 زائد 1 3 قس 2 9 و 1 10 هيك الحد الثالث قيمته 10 الآن نحسب الحد الرابع بالمثل 4 قس 2 زائد 1 يعني 16 زائد 1 الناتج 17 إذن طبعا عشان نكتب المتسلسلة هي عبارة عن مجموع الحدود اللي احنا كتبناها حا 1 زائد حا 2 زائد حا 3 زائد حا 4 إلى إلى آخره بس احنا مهتمين بأول أربع حدود اللي هما 2 زائد 5 زائد 10 زائد 17 زي ما انت شايف في الكتاب المدرسة عندك جيم 4 بتساوي 2 زائد 5 زائد 10 زائد 17 اللي احنا حسبناهم على جانب هيك لحال وأوجدنا قيمة الحد الأول 2 الحد الثاني 5 الحد الثالث 10 الحد الرابع 17 الآن لو جمعتهم مع بعض هي بهيك بتكون حصلت على جيم 4 يعني مجموع أول أربع حدود من المتسلسلة فهايكون عندي 34 34 هذا بالنسبة للمثال 2 صفحة 95 ننتقل لسؤال عزيز الطالب سؤال يقول اختر الإجابة الصحيحة ممكن أنت تكتب معي عزيز الطالب هذا السؤال ما قيمة جيم 4 من المتسلسلة سيجما لا را تربيع وراب تبدأ من 1 إلى نون سيجما را تربيع ورا تبدأ من 1 إلى نون ما قيمة جيم 4 يبقى هنا بده مجموع أول أربع حدود أيضا من هذه المتسلسلة ولكن احنا هنعبر عن متسلسلة الأربع حدود نحسب الحد الأول والتاني والتالت والرابع بالمثل حا 1 بتساوي 1 تربيع يعني 1 حا 2 بتساوي 2 تربيع يعني 4 حا 3 بتساوي 3 تربيع يعني 9 حا 4 بتساوي 4 تربيع يعني 16 بهيك نجمعهم مع بعض جيم 4 تمثل 1 زائد 4 زائد 9 زائد 16 والناتج هيكون عنا 30 طبعا الناتج عنا 30 والخيارات اللي كانت موجودة معايا 16 و 15 و 10 و 30 طبعا عزيز الطالب رح ننتقل لأسئلة الكتاب المدرسي ونشوف السؤال الأول السؤال الأول اللي موجود معنا صفحة 97 ننتقل عزيز الطالب لبعض أسئلة الكتاب المدرسي ونفتح صفحة 97 السؤال الأول الفرع ألف مطلوب منك أكتب الحدود الأربعة الأولى من مفقوق كل من المتسلسلات الآتية ألف هتتحكيلي مجموع أو سيجما نون تربية على نون زائد 2 ونون من 1 إلى 5 ونون من 1 إلى 5 هنا بدأ نكتب الحدود الأربعة معنات الكلام بتعوض بنون مرة بواحد ومرة باثنين ومرة بثلاثة ومرة بأربعة طبعا لما تعوض بنون بواحد يساوي 1 تربية على 1 زائد 2 فهيكون عندي 1 على 3 نعوض بنون بتساوي 2 فهيكون عندي الحد الثاني في حد 2 بتساوي 2 تربية على 2 زائد 2 والناتج 4 على 4 طبعا بيساوي 1 الحد الثالث بالمثل 3 قص 2 على 3 زائد 1 فتسعة على 4 فهو الحد الثالث الحد الرابع هيكون أيضا 4 تربية على 4 زائد 2 4 تربية 16 على 4 زائد 2 ستة فهيكون 16 على 6 لو أجيت اختصرت على 2 فهيكون عندك 8 على 3 هيك أنا حصلنا على الحدود الأربعة الحد الأولاني 3 الحد الثاني 1 الحد الثالث 9 على 4 الحد الرابع 8 على 3 طبعا لو أجينا إحنا بده يكتب الحدود الأربعة من المفقوق فهتكون عبارة عن 3 زائد 1 زائد 9 على 4 زائد 8 على 3 زائد 8 على 3 عزيز الطالب يعني إحنا هنا انتهينا من أول 3 أهتاف من درسنا اللي هو عرفنا المتسلسلة فرقنا بين المتسلسلة والمتتالية أوجدنا مجموعة متتالية أتمنى منك عزيز الطالب متابعتنا لتكملت هذا الدرس في الحلقة القادمة أشكر لك طيب المتابعة ودمت بخير طلابنا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى جميع الدروس عبر منصة ساونكلاود وبرنامج التفوق ويمكنكم تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية من متاجر التطبيقات بسهولة والبحث عن حساب برنامج التفوق بكل يسرع والاستماع إلى كافة الدروس الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح المفصل لمنهاج الصف الثاني عشر فرع العلوم الإنسانية ومبحث الرياضيات شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا للمشاهدة